قال يسوع طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله هذا التعليم يعتبر طبعا صادم للمجتمع اللي كان في أيام المسيح فالعالم بعظم القوة والنصرة والغني لكن لأن المجتمع كله كان مستعبد تحت الحكم الروماني كان تحت احتلال ففكرة القلب النقي وأنك تتعامل بنقاة وبطهارة كانت عملي نادري وعد عن ذلك مش بس أن الشعب كان مستعمر تحت الاحتلال الروماني فالمسيح هاجم رياء الفرسيين والمتدينين اللي بركزوا على الأمور الخارجية يعني وصفهم من داخل الكأس أو داخل القبر نجاسات يمكن تبدو من برة مبيضة قبور مبيضة كل شيء جميل وكل المظاهر تبدو براقة جذابة لكن ايه اللي مع الجوة فالقلب فعلا أخدعوا من كل شيء بينخدع الإنسان يمكن في المظهر لكن الله بينظر للقلب وبينظر للجوهر طوبة للأنقية القلب فالنقي هو الذي يعاين الرب بالإيمان كلما كنا في محضر الرب نزداد بالقداسة لأنه مكتوب بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب فنصير على صورة مجد الرب ونتشبه به فيعكس صورته ومجده في حياتنا أحبائي القلب النقي لا يعني الكمال وأننا بلا خطية لكن نسعى أن نكون مثل الرب وعلى فكرة لما بتكون في محضر الرب يعني لما يسوع كان على جبل التجلي مكتوب تغيرت هيئته هذه الهيئة هو انعكاس نوراني داخل من جوه بينعكس على الخارجي وهكذا الإنسان اللي بيكون في محضر الله لازم يعكس صورة الرب في حياته صفاته طبيعته جماله كلامه شهادته تعليمه يعني تصبح مسيح صغير انصح التعبير على الأرض الناس بتشوف نتائج والثمر حياتك المتغيرة والقلب المتجدد من جوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر